الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من الأحاديث التي وردت في مختصر صحيح الإمام البخاري ولا زال البحث في كتاب الإيمان فلعلنا نأخذ بعض هذه الأحاديث الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك ثكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أصبته لأكلتم منهما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط قوله في هذا الحديث خسفت الشمس يعني ذهب ضوءها والغالب في ذهب ضوء الشمس أن يقال كسفت ويطلق الخسوف على القمر وإن كان كل منهما يطلق على الآخر وخسوف الشمس والقمر آيتان وعلامتان عظيمتان قد ورد أن الله عز وجل يخوف بهم العباد وإن كان خسوف الشمس والقمر قد يعلم بالحساب وهذا لا ينفي أن يكون سببا من أسباب خوف العباد من الله تعالى بسبب الخسوف وذلك أن الذي أذهب ضوء الشمس والقمر قادر على إذهاب حياة الإنسان وما هو فيه من نعيم ثم إن خسوف القمر والشمس يذكر بما يكون يوم القيامة وبالتالي يخاف الإنسان من الله لأنه حينئذ شاهد آية مشابهة لآيات القيامة وقد يكون في وقت خسوف الشمس والقمر من إمكاني أن يحدث في الكون ما الله به عليم وقوله هنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن كسوف الشمس لا يعني فساد أهل الزمان أو أن الزمان قد فسد أهله وفي هذا الحديث مشروعية صلاة الكسوف وهي محل اتفاق بين أهل العلم وأما خسوف القمر فقد اختلف أهل العلم في إقامة الصلاة من أجل خسوف القمر فذهب أحمد وجماعة إلى مشروعية صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر وسدلوا عليه بما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد أو حياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة الكسوف تؤدى جماعة وفي هذا الحديث إطالة القراءة في صلاة الكسوف وقد اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف والخسوف هل يجهر بالقراءة فيها أو لا ففي حديث ابن عباس إنه قال فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة فقال طائفة هذا دليل على أنه لم يجهر بالقراءة إذ لو جهر لنقل السورة التي قرأ بها وقال طائفة من أهل العلم بأنه يجهر بالقراءة وهو الأرجح لما ورد في حديث عائشة أنها صرحت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة وأما حديث ابن عباس فابن عباس كان صغيرا لا يعي ما قرئ في تلك الصلاة ولذا قال نحوا من قراءة سورة البقرة وفي هذا الحديث جوازه تسمية هذه السورة بهذا لسم سورة البقرة قد قال طائفة لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة والصواب الأول لتصريح عدد من الأحاديث بذلك كما في حديث الباب وفي هذا الحديث ذكر صفة صلاة الخسوف والكسوف بأن تكون ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقد خالف في ذلك طائفتان الأولى الحنفية فإنهم يرون أن صلاة الخسوف تماثل صلاة الفجر في كل ركعة ركوع واحد فقط وخالف في ذلك أيضا بعض أهل الحديث فقالوا يجوز أن تؤدى صلاة الكسوف بركوعين وبثلاثة وبأربعة وسدلوا بروايات وردت في صحيح الإمام مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والأظهر هو ألا تصلى صلاة الكسوف إلا بركعتين في كل ركعة ركوعان فقط وذلك لأن صلاة الكسوف لم تحدث إلا مرة واحدة وحينئذ فرواية الفعل النبوي لا يصح أن يقال بتعددها وهي إنما وقعت مرة واحدة والشمس لم تكسف في ذلك الزمان إلا مرة واحدة وأرجح الروايات وأقواها أنه ركع ركوعين في كل ركعة وقوله ثم رفع أي رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حميده ثم عاد للقراءة فقرأ سورة الفاتحة وقرأ معها ما تيسر من القرآن والقيام الثاني دون القيام الأول والركوع الثاني دون الركوع الأول قال ثم رفع بعد الركوع الثاني وقد اختلف أهل العلم في من لم يدرك إلا الركوع الثاني هل يعد مدركا للركعة الأولى أو لا يعد وجماهير أهل العلم على أنه لا يعد مدركا للركعة الأولى إلا من أدرك الركوع الأول وقوله وقوله ثم سجد ثم قام يعني سجد سجدتين ولم يفصل هنا لأنها هي المعهود من فعل النبي صلى الله الله عليه وسلم ثم ذكر أنه فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى لكنها أقل من الركعة الأولى وقوله ثم انصرف أي سلم من الصلاة بعد سجوده مرتين في الركعة الثانية وتشهده قال وقد تجلت الشمس أي ظهرت وبانت وزال عنها الكسوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدل الشافعية بهذا اللفظ على مشروعية خطبة صلاة الكسوف وأحمد يرى أنه لا توجد خطبة منتظمة ولا بأس أن يقول موعظة وقوله إن الشمس والقمر آيتان أي علامتان واضحتان دالتان على قدرة الله جل وعلا وعلى وجوده سبحانه لا يخسفان أي لا يذهب ضوءهما لموت أحد ولا لحياته وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الكسوف إنما يكون عند موت من له مكانة ومنزلة وحدث أن الكسوف حصل بعد وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فربط بعضهم بين الأمرين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الاعتقاد الجاهلي وفي هذا الترغيب في إزالة المعتقدات الجاهلية والعقائد المخالفة الفاسدة وقوله فإذا رأيتم ذلك يعني الخسوف فيه دلالة على أنه إذا لم يرى الخسوف فإنه لا تشرع صلاة الخسوف سواء لوجود سحاب أو لكون الخسوف يسيرا لا ينتبه له وقوله فاذكروا الله فسرته أحاديث أخرى بأن هذا يشمل الصلاة ويشمل أنواع الذكر الأخرى ويشمل الصدقة والعتاقة قالوا يا رسول الله يعني أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رأيناك أي شاهدناك في أثناء الصلاة تناولت شيئا في مقامك هذا أي عندما كنت تصلي تقدمت فتناولت أو أردت أن تتناول شيئا ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت وتركت مكانك الذي تقدمت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة أي مكنه الله جل وعلا من رؤيتها في ذلك المقام قال فتناولت أي أخذت منها عنقودا يعني من عناقيد العنب ولو أصبته أي لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت أن نار أي نار جهنم مكنه الله جل وعلا من رؤيتها في ذلك المقام فلم أرى منظرا أي لم أشاهد صورة أعظم وأفضع من تلك الصورة التي رأيتها فقد كانت صورة هائلة بعيد عما نألفه ورأيت أكثر أهل النار النساء فقالوا ما السبب يا رسول الله قال بكفرهن أي أنهن يفعلن شيئا مضادا لما يأتيهن فقيل يكفرن بالله فأنكر ذلك بقوله يكفرن العشير يعني الزوج وكفره فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقابلة إحسان الزوج بالإساء وعدم الاعتراف ويكفرن الإحسان أي لا يعترفن بما يأتيهن من إحسان الزوج قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله أي جميع الزمان ثم رأت منك شيئا أي رأت شيئا لا يتوافق مع رغبتها وهواها قالت أي الزوجة ما رأيت منك يا أيها الزوج خيرا قط فجعلها هذا الفعل الأخير تنسى الإحسان السابق المتتابع مما يدل على أن الإحسان ينبغي أن يقابل بالإحسان وأن الإساءة لا ينظر لها لوحدها وإنما ينبغي بالإنسان أن ينظر لسابق الإحسان وفي هذا الحديث تحذير النساء من مقابلة إحسان الأزواج بضده نعم إحسان الله إليكم قال عن المعرور بن سويت قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد وعلى غلامه برد فسألته عن ذلك فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر فقال إني ساببت رجلا وكان بيني وبينه كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فعيرته بأمه فشكان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أساببت فلانا قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم قال يا أب ذر أعيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية قلت على حين ساعة هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه قول المعرور رضي الله عنه لقيت أبا ذر أي واجهته ورأيته بالربذة وقد كان أبو ذر ذهب إليها بعد أن كان ينكر على الناس ما هم فيه من توسع في أمر الدنيا فأمر بالذهاب إلى الربذة قال وعليه برد أي كان لابسا نوعا من أنواع الثياب وكانوا في ذلك الزمان يلبسون البرد ويجعلونها على طبقتين ليكون هذا نوعا من أنواع اللباس يقال له حلة فكان أبو ذر قد وزع هذه الحلة وقسمها قسمين بردا عليه وبردا على غلامه قال المعرور فسألته عن ذلك ولماذا يكون عليك برد وعلى غلامك برد وقلت له على جهة الإرشاد لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة أي لو أخذت هذا البرد الذي على الغلام لكانت حلة وأعطيت الغلام ثوبا آخر فقال أبو ذر إني سببت رجلا أي عيرت رجلا وذكرته بالسب والقدح في وجهه وكان بيني وبينه كلام سابق جعلني أقوم بسبه وكانت أم ذلك الذي ساببته أعجمية فقل فنلت منها يعني من أمه وهي لم يكن لها مدخل في الأمر فعيرت ذلك الرجل بأمه أي استنقصت من مكانته ومنزلته بسبب كون أمه أعجمية فشكاني ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتقدم بالشكوى وذكر ما كان مني فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال أساببت فلانا أي أراد أن يستوثق من الأمر فقلت نعم فقال أنلت من أمه أي هل عيرت أمه بكونها أعجمية فقلت نعم قال يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك أمرء فيك جاهلية والجاهلية أمر لم يبنى على الشرع بل بني على موافقة الهوى مع مخالفته للشرع فقال فقلت على حين ساعتي هذا أي هل أكون أمرأ في جاهلية وأنا كبير السن وأنا قد دخلت في دين الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي إثبات أنه فيه جاهلية بسبب أنه عير الآخر بأمه وكأن الآخر كان مملوكا فقالهم أخوانكم أي هؤلاء المماليك إخوان لكم جعلهم الله يخدمونكم ويكونون خولا لكم وجعلهم الله تحت أيديكم أي تأمرونهم وتنهونهم وتتصرفون فيهم قال فمن كان أخوه يعني من المماليك تحت يده أي مملوكا له يتصرف فيه فليطعمه مما يأكل أي ليكن زادهم الذي يأكلانه مشتركا وليلبسه مما يلبس أي ليكن لباسهما على نمط واحد قال ولا تكلفوهم أي لا تطلبوا منهم عملا فوق قدرتهم وطاقتهم مما يغلبهم فإن كلفتموهم أي إذا طلبتم منهم فعلا فوق طاقتهم فأعينوهم أي ساعدوهم عليه في هذا الحديث النهي عن السباب وتعيير الآخرين وفي هذا الحديث الترغيب في إحسان التعامل مع المماليك والخدم وفي هذا الحديث الترغيب في أن يتصدق الإنسان على خدمه بالطعام واللباس وفي هذا الحديث من الفوائد عدم المعاجلة بالحكم على كلام الشخص تجاه آخر حتى يبين له ما يكون حتى يبين له ما كان بينه وبين صاحبه وأنه لا يصح أن يحكم في قضية قبل استماع كلام المتخاصمين وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أنه لا يجوز أن يكلف الإنسان من تحت يده عملا فوق طاقته إلا إذا عانه عليه أحسن الله إليكم قال عن الأحنف بن قيس قال ذهبت بسلاحي ليالي الفتنة لأنصر هذا الرجل فلقي نياب بكرة رضي الله عنه فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه قوله في هذا الحديث ذهبت بسلاحي أي أنه خرج من المدينة يريد العراق من أجل نصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ذلك ليالي الفتنة المراد بالفتنة الوقت الذي يكون الأمر ملتبسا فيه على الناس فيتنازعون ويختلفون بسبب ذلك وقد حصل في تلك الأيام من الأمور المناقضة لمقاصد الشرع الشيء الكثير فكان خروجه من أجل أن ينصره قال فلقيني أبو بكرة وصحابي جليل أسلم يوم الطائف فقال أين تريد أي ما مقصودك بهذا الذهاب وإلى أين ستخرج فقلت أنصر هذا الرجل أي أقف معه وأكون معه ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصح أبو بكرة وقال ارجع أي عد من حيث أتيت وترك هذا الأمر ولا تشترك في هذا القتال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى أي تواجه المسلمان بسيفيهما يعني كل منهما يقاتل الآخر فالقاتل والمقتول في النار أي أن الله جل وعلا أي أن هذا الفعل الذي حصل منهما يكون من أسباب دخول النار ولا يعني هذا الخلود فيها فقلت يا رسول الله هذا القاتل يعني يكون في النار لكونه قتل غيره فما بال المقتول أي كيف يحكم عليه بالنار مع أنه لم يقتل وإنما قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقتول كان حريصا أي راغبا مريدا قتل صاحبه فجازاه الله بنيته ففي هذا الحديث من الفوائد النهي عن القتال في زمن الفتنة التي تختلط فيها الأمور وأما إذا كان الأمر واضحا بين فليس هذا من الفتنة في شيء وفي هذا الحديث سؤال الإنسان لغيره عن أعماله وما يريده من أجل أن يشير عليه بما يعود عليه بالنفع وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي به أن يجتنب أو قاتل الفتن لأن لا يدخل في شيء لا يعلم ما عاقبته وفي هذا الحديث النهي عن اقتتال المسلمين التحذير من ذلك وفي هذا الحديث التشنيع في ذنب قتل المسلم وفي هذا الحديث إثبات الصحبة بين القاتل والمقتول في قوله كان حريصا على قتل صاحبه حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم وأينا لم يظلم نفسه قال إنه ليس بذاك ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بالشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي رواية فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم قوله هنا لما نزلت هذه الآية أي بيّن أثرا من آثار نزول هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم فكلمة ظلم قد يراد بها الشرك وقد يراد بها الظلم في حقوق العباد وقد يراد بها الظلم بالمعاصي والذنوب فهي محتملة في أن يكون المراد بها أحد هذه المعاني الثلاثة وحينئذ ظن الصحابة أن اللفظ يشمل الجميع ولذلك شق ذلك عليهم وتخوفوا منه وخشوا أن يكون هذا من أسباب ذهاب الأمن عنهم سواء الأمن في الآخرة أو الأمن في الدنيا فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنه قد نزلت هذه الآية وأينا لم يلبس إيمانه بظلم كلنا حصل منه ظلم فبعضنا قد تجاوز في حق غيره وبعضنا قد أقدم على شيء من الذنوب والمعاصي ولذلك قال أينا لم يظلم نفسه فكلنا عندنا ظلم لأنفسنا بإقدام على معصية أو بتفريط في استغلال أوقاتنا في طاعة الله جل وعلا فنفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم وبين لهم أن الفهم الذي فهموه من الآية ليس فهما صحيحا وفي هذا دلالة على أنه ليس كل من يتعاطى تفهم كتاب الله يكون مصيبا فيما يظنه من معاني كلام الله جل وعلا ولذا قال ليس كما تقولون ثم فسر الآية فقال فيها ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ثم ردهم إلى آية في كتاب الله فقال ألم تسمعوا أي ألم تلتفتوا إلى ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله أي لا تصرف شيئا من العبادات لغير الله إن الشرك لظلم عظيم وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على فهم كتاب الله والعمل به وفي هذا من الفوائد بيان أن الظلم على أنواع وأن الظلم قد يراد به الظلم الكبير الذي هو الشرك وقد يراد به ما دون ذلك وفي هذا أيضا أن الإنسان قد يفهم من كلام الله غير مراد الله فإن الصحابة مع فضلهم ومع معرفتهم بالعربية إلا أنهم لم يفهموا مراد الله بهذه الآية وفي الحديث دلالة على عظم ذنب الشرك وسوء عاقبة صاحبه في الدنيا والآخرة وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان ينبغي به أن يسأل عما أشكل عليه من دلالة النصوص كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي هذا الحديث أن المجتهد قد يصيب ويخطئ وليس كل مجتهد يكون مصيبا وفي هذا الحديث ذكر ما فضل الله به لقمان الحكيم من الحكمة ومن المواعظ العظيمة التي وجهها لابنه وفي هذا الحديث أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأنه لا يصح أن نفهم بعض القرآن بمعزل عن بعضه الآخر حسن الله إليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر هذا الحديث فيه التحذير من النفاق ومن صفات المنافقين وقد قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقوله آية المنافق أي علامته التي تدل على أنه من أهل النفاق ليعرف الإنسان ذلك من نفسه وليعرفه من غيره وقوله هنا آية المنافق ثلاث في حديث عبد الله أربع فلا تنافي فالثلاث تدل والأربع تدل فيكون مجموع ما فيهما خمس علامات وقوله أربع من كن يعني أربع صفات من كن فيه أي من اتصف بهن كان منافقا خالصا أي ليس فيه شيء من إيمان فأول ذلك إذا حدث كذب أي إذا تكلم أخبر بخلاف الواقع وصوره على أنه واقع الأمر والكذب من المحرمات وقد وردت النصوص بالنهي عن الكذب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وأما الصفة الثانية فيخلاف الموعد والموعد يراد به ما يمن لإنسان به غيره في مستقبل أيامه وإخلافه عدم الوفاء به وعدم تقديم ما وعد الإنسان به غيره وإخلاف الموعد من المحرمات ومن الذنوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وبعهد الله أوفوا وأما الصفة الثالثة فخيانة الأمانة المراد بالأمانة ما يطلب من الإنسان فعله ويطلب منه المحافظة عليه وخيانة الأمانة عدم القيام بها على الوجه المطلوب فيها وخيانة الأمانة ذنب عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل خائن لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان وأما الصفتان الأخريتان اللتان ذكرتا في حديث عبد الله بن عمر فالولى الغدر في العهود فقال وإذا عاهد غدر أي لم يفي بذلك العهد سواء كان عقد بيع أو عقد نكاح أو عهد صلح أو عهدا مع ذمي أو كافر وأما الصفة الأخرى فالفجور عند الخصومة والمراد بالخصومة النزاعات التي تكون بين الناس وأما الفجور فهو تجاوز الحد الذي أجاز الشرع للعبد أن يسلكه وإذا نظر لإنسان في هذه الصفات المذكورة في هذه الأحاديث وجد أنها تنزع الثقة بين الناس وتجعل الناس لا يثق بعضهم ببعضهم الآخر ومدار العلاقات الإنسانية على الثقة بين المتعاملين ولذا فعلى الإنسان أن يعلم أن التواصل بين الناس وزرع الثقة فيما بينهم من الأمور المطلوبة شرعا والتي يرغب فيها ديننا الحنيفة حسن الله إليكم قال عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قوله في هذا الحديث من قام ليلة القدر أي أدى الطاعة في ليلة القدر وأولى ذلك صلاة الليلة وقوله ليلة القدر أي الليلة التي أنزل فيها القرآن سميت بهذا الإسم لعظم مكانها ولفضلها وقوله إيمانا واحتسابا أي تصديقا بوعد الله جل وعلا وقامها طلبا لتحصيل الأجور والثواب وقوله غفر له أي تجاوز الله له عما تقدم من ذنبه أي صفح الله عن معاصيه وذنوبه ومن قام رمضان أي من كان من شأنه أن يقوم ليالي رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان أي أمسك عن المفطرات في نهار رمضان على صفتين الإيمان والاحتساب كما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه وجماهر أهل العلم على أن المراد بذلك ما كان من صغائر الذنوب وقالوا بأن الكبائر لا بد فيها من توبة ففي هذا الحديث فضل ليلة القدر وعظم أجر القائم فيها وأن الأجر فيها إنما يكون لمن قامها إيمانا أي تصديقا بكلام الله وكلام رسوله وانتظارا وأملا في الأجر والثواب وفي هذا الحديث بيانوا أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان فقيام رمضان وقيام ليلة القدر وصيام رمضان مما يدخل في مسمى الإيمان وفي هذا الحديث من الفوائد عظم الأجر المرتب على الأعمال التي ذكرت في هذا الخبر بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين فقهنا الله في سنة رسوله ووضح الله لنا معانيها وجعلنا من أهلها والعاملين بها كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوال أهل الإسلام واستقامة لهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين